السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس الفيزياء للصف الثاني الثانوي ومعادنا النهاردة مع الدرس الثاني من خواص المواعي الساكنة وهو الضخم طبعاً قبل ما بنبدأ الحلقة تعالوا نشوف مع بعض السؤال الختامي بتاع الدرس اللي فات بيقول السؤال كان بيقول اختر الإجابة الصحيحة عندما تفرغ الشحنة القهربية من بطارية السيارة فإن كسفت المحلول الإلكتروليتي يطرها تزداد تقل لا تتغير ولا تزداد ثم تقل طبعاً الإجابة الصحيحة هتبقى تقل وتبقى الإجابة به هي الإجابة الصحيحة لكن إيه السبب؟ السبب هنا زي ما قلنا في الدرس اللي فات إن ألواح الرصاص بتتفاعل مع حمد الكابريتيك المخفف فبتغادر آيونات الكابريتات المحلول وتتراكم على ألواح الرصاص إذن كسفت المحلول اللي يحصل لها تقل تمام؟ طب تعالوا شوف بقى درسنا النهاردة اللي بيتكلم على الضغط ودي خاصية جديدة الضغط عنده نقطة تعريفه إيه؟ هو القوة المتوسطة المؤسرة عمودياً على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة قانونها هيبقى بي بتساوي F على إيه طيب ده بالنسبة للضغط وحدة قياسه أنت بتقول F على إيه؟ القوة بالنيوتن اللي هي F إيه اللي هي المساحة هتبقى بالمتر تربيع يبقى أول وحدة قياسي أنت استنتجتها نيوتن لكل متر تربيع طيب لو ضربت النيوتن في متر وضربت المتر تربيع في متر بسط ومقام هيبقى النيوتن في متر بجول والمتر تربيع في متر بقى متر تكعيب عملت وحدة جديدة جول على المتر تكعيب أو ممكن نقول نيوتن على متر تربيع نسميها بسكان تمام؟ يبقى دي وحدة قياس الضغط برضو يبقى أنا عندي كده تلات وحدات الرابعة بقى لما تفك النيوتن زي ما أنت متعود قبل كده أن النيوتن ده قوة قطلة في عجلة يبقى كيلو جرام في متر على الثانية تربيع ومعاك متر تربيع تحت في المقام يبقى أنت هتفك كل القصة دي تلاقيها بتساوي كيلو جرام على متر في ثانية تربيع يبقى دا كده كل القصة بتاعت الضغط ارجع للتعريب بقى بسرعة بيقولك إيه القوة المؤسرة إيه عموديا على وحدة المساحات خلي الكلمة دي في ودانك وما تنسهاش القوة المؤسرة عموديا طب تعالى نشوف برضو حتة كده في القانون أنت بتقول أن القوة المؤسرة عموديا على وحدة المساحات طب يا ترى لما المساحة تزيد اضنخط الناتج هيبقى عامل ازاي طب لما المساحة تقل اضنخط الناتج هيبقى عامل ازاي بص على الصورة كده معايا لو حطينا قالب طوب متوازي مستطلات زي ما انتا شايفه بالعرض كده نايم على حتة سفنجة يطرى الضغط الناتج عنه هيبقى عامل ازاي طب لو قلبته بحيث أنه يبقى عموديا بالطول بتاعه اللي هيحصل الضغط الناشئ عنه هيعمل ازاي واضح قدامي أن كل ما المساحة بتقل اللي هو الوضع الطويل دوت المساحة قلت نتج عنها ضغط كبير وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي نخلي بالنا منه يبقى كل دي عوامل مؤسرة في قيمة الضغط الناتج عن اي وزن او اي قوة تعالي نشوف مع بعض ازاي نقدر نحسب الضغط الناشئ عن قوة عند نقطة إذا كانت القوة المؤسرة عموديا على السطح يعني ايه ما هو ده تعريف الضغط اصلا القوة المؤسرة عموديا على وحدة المساحات الأصل عندي في النقط ان القوة تكون مؤسرة عموديا فلو انا عندي القوة بتأثر عموديا على نقطة تمام هتبقى قدل قوة المؤسرة على مساحة ما وليكن ايه يبقى كده اقدر اكتب ان البي بتساوي اف على ايه على طول ما فيش اي مشاكل ولا اي افصال في الموضوع ده طب يا ترى لو القوة بتميل وتصنع زاوية عندي احتمالين ممكن القوة بتاعتي تصنع زاوية مع العمودي او مع السطح الافقي مش فاهم ما هيدي قوة يا جماعة كمية متجهة لازم احللها تحليل المتجهات انت واخده قبل كده فانا عندي القوة هنا لو حللناها هنجد ان في قوة افقية وقوة عمودية او رأسية فلو افترضنا ان القوة تصنع زاوية مع السطح يا ترى هيبقى قيمة الضغط بتاعي هتبقى بتساوي اف على ايه بس قال لي لا اصحى ركز كده عشان هرسم لك الحالة التانية وانت اللي تطلع القانون عشان عمرك ما تطلق بط فيه نفس القوة هي هي مأثرة على وحدة المساحات تمام قلنا هنحلل القوة دي الى مركبة رأسية ومركبة افقية يا ترى لو القوة تصنع زاوية مع العمودي على النقطة ركز هو الاصل كان في الضغط ايه يا جماعة القوة المؤثرة عموديا فلو احنا اعتبرنا الحالة الاخيرة ان انا هأثر بقوة وهقفل الزاوية دي كده يبقى انا رجعت للاصل بتاعي ان القوة هتبقى عمودية ركز كده طب في الرياضة كان بيقولوا كلمة جميلة قوي كده يقولك ايه مطرح ما تنام اضرف في جيب التمام يعني لما هتقفل الزاوية بتاعتك كده كده انت بتشتغل على الجتة او الكوزين الله يبقى لو انا هشتغل على الزاوية مع الاتجاه ده يبقى انا هضرب هنا في صين الزاوية لكن هنا الضغط هيبقى بيساوي F في كوزين الزاوية على المساح يبقى هو ده الفرق بين النقطتين اذا صنعت القوة زاوية مع الافقي يبقى هتضرب في صين الزاوية اذا صنعت القوة زاوية مع العمودي على النقطة يبقى هتضرب في كوزين الزاوية وبكده انت عندك الثلاث حالات اذا اثرت القوة على نقطة عموديا او بتصنع زاوية مع الافقي او تصنع زاوية مع العمودي تعالوا نشوف نقطة تانية في درسنا النهار النقطة اللي احنا هنتكلم عليها هي تطبيق على الجزء اللي احنا شرحناه في سورة مسألة تعالوا نشوف السؤال بيقول ايه بقول لي اثرت قوة مقدرها 30 نيوتن على نقطة او على سطح مساحته اربعة سنتيمتر مربع بحيث تصنع اتجاه القوة زاوية مقدرها 60 درجة مع العمودي على السطح فان الضغط المؤثر على السطح يساوي هنختار واحدة من الاربع اجابات هل هي 11021 نيوتن على المتر تربيع ولا 3750 ولا 18252 ولا 25325 نيوتن على المتر مربع تعالوا نشوف الاجابة هتبع عاملة ازاي واحدة واحدة نطلع المعطيات بتاعتنا ويخلي بالنا عشان لو هنعمل تحولات المعطيات بتقول ان القوة بتاعتك F بتساوي 30 نيوتن المساحة اربعة سامع واحد من النقو بيقول لي هنحول هنضرب في عشرة قص سالب اربعة متر تربيع ليه عشان نحولها من سنتمتر مربع لمتر مربع طيب والزاوية المصنوعة بتساوي 60 درجة بس مع العمودي على المجال العمودي والاصل في القوة عمودية يبقى انت هكده هتضرب في كوزين الزاوية هديك افتقرت الكلمة طب هنعمل ايه هنكتب القانون بي بتساوي F على ايه وقالنا هنضرب الف في كوزين الزاوية يلا نعود طب في القانون كده بي بتساوي F طبعا بتلاتين كوزين الستين وكوزين الستين دي هتبقى بنص يبقى تلاتين في نص بخمستاش على اربعة في عشرة استسالة باربعة طبعا لو بصيت على الاجابة بالراحة هتلاقيها بتساوي 3750 نيوتن على المتر مربع وتبقى دي الاجابة بتاعتك الصحيحة اللي هي الاجابة به تعالوا نشوف نقطة تانية في درسنا النهاردة من ضمن الملاحظات بتاعتنا في درسنا النهاردة ان احنا اتفقنا ان في علاقة ما بين الضغط والمساحة طب يا ترى العلاقة دي عكسية ولا طردية عندي تطبيقين يخلك تفكر بالراحة وبهدوك لما يقول لي سن المصمار يجب ان يكون مدبب زي سن الابرة الحقنة اللي انا باخدها ليه المراد اختراقه اقل ما يمكن وبالتالي هيزداد الضغط خلي بالك كده المساحة هتكون قليلة فالضغط هيزيد فيسهل اختراق الاكساب نفس التطبيق او نفس المثال بس مثال تاني ليه اطارات السيارات بتكون عريضة او لو لقيت عربية نقلة قيل بيبقوا حطين فرد تكويتش وفرد تكويتش جنبها ايه الفكرة قال لي عربات النقل السقيل لها عجلات عريضة وعديدة لكي تكون المساحة الملامسة للارض كبيرة وبالتالي كل الضغط فوزنها ما يقصرش بضغط كبير فلا تغوص في الرمال يبقى انا عندي هنا طب بقين العلاقة ما بين الضغط والمساحة طب تعاني شوف بقى بعد كده هنتكلم في ايه مثال بسيط خالص يخليني اأكد على المعلومة اللي فاتت وهي العلاقة ما بين الضغط والمساحة في صورة برضو مسألة ومسألة سهلة ولذيذة محتاجة مني شوية تركيز مش اقل السؤال بيقول متوازي مستطيلات من الالومنيوم ابعاده 80 سنطي 40 20 يبقى طوله العرض والارتفاع كتلة او كسافة مادته بقى 2700 كيلو جرام على المتر تكعيل فان اكبر ضغط يمكن الحصول عليه من متوازي المستطيلات عند وضعه على السطح منضادة افقية علما بان عجلة الجاذبية 10 متر على الثانية تربية هو هنا عايزني من متوازي المستطيلات احطه على المندضة الافقية ويجيب لي اكبر ضغط ممكن طب ليه ركز كده الاول تعاني شوف الاختيارات هل هي 21600 5400 10800 20800 نيوتن على المتر مربع بالراحة كده وبهدوء انت عايز اكبر ضغط يبقى اقل مساحة على طول كده يبقى انت طبقت المفهوم الفيزيائي ان لما المساحة تقل الضغط هيزيد طب يا ترى انا لو عايز اطلع المعطيات من هنا ايه المتاح عندي المتاح عندي كتلة لا كسافة اه فيه كسافة وعندي الحجم ليه لان انا لما هضرب الطول في العرض في الارتفاع هيديني الحجم اضرب الحجم في الكسافة يروح مديني الكتلة الله يبقى انا في الاول هجيب حجم المتوازي اللي هو بيساوي 80 في 20 في 40 كده انت جبت الحجم بتاعك عندك الكسافة 2700 كيلو جرام على المتر تكائيب هضرب الحجم في الكسافة ادك الكتلة اضرب الكتلة في عجلة الجاذبية يبقى ديتك القوة المؤسرة اللي هو يعتبر وزن المتوازي يبقى كده ايه جبت انت الوزن فضلك مين المساحة اللي انت هتضع عليها او هتضع المكعب او متوازي المستطيلات ده على المنددة وبالتالي لما تضع المتوازي هيديك اكبر ضغط ممكن هتختار اقل مساحة طب انا عندي اطوال الاضلاع 20 و40 و80 مين اكتر دلعين يدوك اقل مساحة لما تضرب 20 ف40 يبقى انت كده ضربت 20 ف40 جبت مساحة المقطع الصغيرة اللي هتخليك تحصل على اكبر ضغط ممكن تعالى بقى نعوض في القانون من المعطيات بتاعتنا هنجد ان الضغط بيساو F اللي هو وزن المكعب على مساحة وزن المكعب اللي هو MFG لما ضربنا القتلة في عجلة الجاذبية الارضية تلعت تلعت معاك 1728 على المساحة اللي هي 20 ف40 وخلي بالك اقل مساحة عشان تديك اكبر ضغط 2 او 20 ف40 بتمنمية وهضرب 10 قصة اللي هي مين عايز اقل ضغط مين عايز اكبر ضغط على حسب المساحة اللي بيتحط عليها الجسم هي اللي بتديك قيمة الضغط الناشئ عن وزن الجسم تعالوا نشوف مع بعض نقطة جديدة في درسنا تعالوا نشوف بقى تطبيقات الضغط في الحياة العملية زي ما خدنا تطبيقات الكسافة عندنا تطبيقات الضغط قياس ضغط الدم معروف ان الدم سائل لازج السريان بتاعه بيكون سريان هادئ لكن احيانا بيحدث عند بعض الاشخاص المرضى ان السريان ده بيبقى مصحوب ضجيب اقدر اسمعه بالسماعة فانا ممكن اتأكد ان الشخص هنا مصاب لقدر الله بحاجة اسمها ارتفاع او انخفاض في ضغط الدم وده يعتبر التطبيق اللي انا عايز اتكلم فيه دلوقتي ان هو ان احنا عندنا في الدم بتاعنا في نوعين في ضغط اسمه ضغط انقباضي وده لما بتنقبض عضلة القلب وبيكون قمته بتساوي 120 طور طبعا الطور هنا وحدة قياس للضغط هندرسها قدام شوي طب يبقى عند انقباض عضلة القلب يحدث ما يعرف باسم الضغط الانقباضي وده قمته في الشخص السليم 120 طور لكن لما بينبسط عضلة القلب عشان يعود الدم من جميع اجزاء الجسم الى القلب ده بيكون قمته 80 طور وبتبقى قيمة الضغط بسميه الضغط الانبساط اذا انا عندي نوعين من الضغط او كمتين للضغط ضغط انقباضي عند انقباض عضلة القلب وضغط انبساطي عند انبساط عضلة القلب او ارتخاءها لاستقبال الدم من جميع اجزاء الجسم الشخص الطبيعي بتبقى 120 على 80 ممكن تزيد او تقل لو كان الشخص عنده احد الامراض طيب تطبيق تاني من تطبيقات الضغط بتاعتنا النهاردة باذن الله تعالوا نشوفه مع بعض كده وهو قياس ضغط الهواء في اطار السيارة انه هو لو انا مسافر على طريق لازم امله هواء الاطار بتاعي اللي هو الكويتش يعني بمعنى صح امله بهواء تحت ضغط عالي مناسب ايه السبب؟ قال لي عشان تقلل مساحة التماس مع سطح الارض يبقى انت هتملك الكويتش الهواء فبالتالي مساحة الكويتش مع الارض هتكون قليلة لان لو زادت هيزيد الاحتكاك مع سطح الارض فبالتالي قد يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الهواء ويؤدي الى انفجار الاطار لقدر الله يبقى احنا بنقيس ضغط الهواء داخل اطار السيارة عند السير مسافات طويلة حتى لا يزيد ارتفاع درجة حرارة الهواء داخل هذا الاطار وبكده اقدر اقول لك ان احنا خلصنا من درسنا النهاردة تعال نشوف مع بعض احنا عملنا ايه درسنا الضغط وقدرنا نعين قيمة الضغط عند نقطة قدرنا نشوف بعض تطبيقات الضغط والعلاقة ما بين الضغط والمساحة والعلاقة ما بين الضغط ووزن الجسم او كتلته النهاردة باذن الله هنختم درسنا زي ما احنا متعودين بسؤال اللي هو السؤال الختامي وبنشوف اجابته مع بعض في بداية الدرس الجديد ان شاء الله السؤال بيقول متوازي مستطيلات من الحديد موضوع افقيا على سطح ما زي ما انت شايفوا كده فاذا وضع هذا المتوازي رأسيا ايه اللي هيحصل ما بين الضغط والكسافة تعال نقارن يا ترى الضغط هيظل سابت والكسافة تظل سابتة ولا النقطة هيظل سابت والكسافة هتتغير الضغط هيبقى متغير والكسافة سابتة ولا اللي اتنين هيتغيروا هنشوف اجابة السؤال ده بإذن الله في بداية الدرس الجاي اراكم على خير ويا رب تكونوا استفدتم من درس النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته